السلام عليكم وزيكم عاملين اي رب الجميع يكون بخير اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح وحل تدريبات منها connect 6 معنا دلوقتي شرح unit 3 بعنوان vacation plans يعني خطط العطلة plans يعني خطط وvacation يعني العطلة او الاجهزة ناخد بالنا من كلمة plan plan يعني خطة اما plan وبيبقى اخرها اي يعني طيارة plan plan جي اسمها plans بس قبل ما ندخل على lesson 1 حابة افكركم باللايك والشير والسابسكرايب في القناة عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة اول باول وبعد ما نخلص الفيديو اكتبونا رأيكم في تعليق لاني اراءكم مهمة جدا لينا بتساعدنا في تطوير محتوانا تعالوا الوقتي ندخل مع بعض على lesson 1 الدرس الاولاني بعنوان let's go quad biking on Tuesday طيب هنفهم مع بعض الدرس بيتكلم عن ايه بس الاول ندخل على الفكاب بتاعتنا عندي اول كلمة هنا سوق سوق اللي هو السوق minaret minaret يعني مأذنة minaret minaret museum يعني متحف quad biking يعني ركوب دراجات ربعية زي البيتش باقي roller coaster اللي هو قطار الملاهي زي ما احنا شايفين كده roller coaster roller coaster palace يعني قصر طيب هنا في activities يعني انشطة انشطة اللي هي معنى كلمة انشطة يعني الحاجات الانسان ممكن يعملها زي ايه مثلا اول activity ممكن نعمله visit the manual palace museum يعني visit يزور manual palace museum يعني palace يعني قصر وmanial جي منطقة اسمها المانيال وميوزيام اللي هو متحف يعني متحف قصر المانيال explore يستكشف the socks اللي هي الاسواق climb the babzuela minaret يعني يتسلق مأذنة babzuela take photos for يعني يلتقط صور لي لكذا ride on يعني يركب a roller coaster اللي هي او اللي هو قطار الملاهي go quad biking يعني يذهب لركوب الدراجات الربعية ناخد بالنا activities اللي هي ببقى خلها ing بنستخدم معاها اللي هو verb go يعني مثلا go swimming swimming اللي هي السباحة بستخدم معاها verb go فبقول go swimming نفس الكلام هنا biking فقول go biking او go quad biking ندخل بعد كده على expressions التعبيرات وال prepositions حروف الجر ride on يعني يركب على زي هنا ride on a roller coaster go to the theme park يذهب الى حديقة الملاهي excited about يعني متحمس بشأن متحمس بشأن كذا في حاجة تحصل فهو متحمس لها look interesting يعني يبدو مشوق in the desert في الصحراء why don't we نقضي باستخدمها في الاقتراح فقول مثلا why don't we go quad biking يعني لما لا نحن نذهب لركوب الدراجات الربعية watch the sunset يعني يشاهد غروب الشمس طيب دلوقتي بقى ندخل على reading بتاعنا الموضوع بتاعنا نشوف بيتكلم عن ايه بيقول i am excited انا متحمس about بشأن our vacation العطلة بتاعتنا او الاجهزة بتاعتنا this week هذا الاسبوع باسل يا باسل باسل قال له me too وانا كمان why don't we try new places why don't يعني لما لا we نحن try نجرب new places يعني اماكن جديدة we can travel احنا ممكن نسافر to cairo الى القاهرة طب هو في ايه في القاهرة بيقول لك there are يعني you got lots يعني الكثير دا في حاجات كتير اوي to see there احنا ممكن نشوفها هناك قال له yes نعم we can visit احنا ممكن نزور the manual palace museum يعني اول حاجة if we go if معناها لو لو احنا نذهب to the museum on sunday لو احنا نذهب المتحف في يوم الحد on monday في يوم الاتنين بقى we can take photos احنا ممكن نلتقط صور for my school project من اجل المشروع المدرسي بتاعي باسل قال له اوكي حسنا cool رائع my mom والدتي can go with us ممكن تأتي معنا she loves museums هي تحب المتاحف let's also هيا بنا ايضا نذهب to the theme park الى الملاهي and we ride on نركب على a roller coaster اللي هو قطار الملاهي قال له اوكي حسنا let's do that هيا بنا نفعل هذا on tuesday يوم الثلاثاء there are you got also ايضا some places بعض الاماكن outside cairo يعني خارج القاهرة that والتي look تبدو interesting يعني مشوقة طب زي ايه اهو بس سأل نفس السؤال قال له like what مثل ماذا زي ايه قال له we can go احنا ممكن نذهب quad biking لركوب الدراجات الربعية beach buggy in the desert في الصحراء in giza في محافظة الجيزة if we take the bus لو احنا ناخد الاوتوبيس we will احنا سوف اراير نصل in about يعني في حوالي 30 minutes في خلال او في حوالي 30 دقيقة بس قال له great رائع we can go early احنا ممكن نذهب مبكرا on wednesday في يوم الاربعاء and come back when out to the hotel الى الفندو before evening قبل المساء بعد كده باسل بيقول yes what else we can do what else يعني ماذا ايضا او ماذا اخر يعني ايه تاني can we do احنا او نستطيع نحن ان نفعل قال له let's climb هيا بنا نتصلك the babzuela minoret يعني مأذانات babzuela on thursday يعني في يوم الخميس it's difficult هي صعبة او انه من الصعب بطوة لكن the view يعني المنظر from the top من القمة is beautiful يعني يكون جميل if we are there لو احنا نكون هناك in the late afternoon يعني في وقت late يعني وقت متأخر وafternoon بعد الظاهرة يعني احنا لو حنبقى هناك في وقت متأخر من بعد الظاهرة we can watch احنا ممكن نشاهد the sunset غروب الشمس over the city يعني في المدينة قال له cool رائع and in the morning وفي الصباح we can explore explore احنا ممكن نستكشف explore يعني نستكشف the soaks الاصواق they are هما يكونوا near يعني بالقرب من the minoret المأذنة قال له great رائع Cairo here we come يعني هنا هو هنا بيكلم القاهرة فبقولها ايتها القاهرة نحن قادمون يبقى Cairo here we come يعني يا قاهرة احنا جايين طيب السؤال التاني هنا بيقولك the underlined adjective الصفة اللي تحتها خط اللي هي interesting اللي هي مشوق is تكون the opposite opposite يعني عكس عكس ايه boring boring يعني ممل وعكسها interesting يعني interesting مشوق وعكسها boring يعني ممل وكلمة opposite معناها عكس طيب ندخل بعد كده بقى على the exercises على lesson one عنجي هنا ده السؤالين listening مش هنشتغل فيهم دلوقتي وخليهم نتضرب عليهم بعدين قبل الامتحانات بس دلوقتي نحل الاسئلة بتاعت الدرس بتاعنا هنا بيقول يريد and complete the dialogue يعني اقرأ واكمل المحثة with the words بالكلمات from the box اللي موجودة في البوكس ده interesting يعني مشوق visit yazur try eager up pyramids الاهرامات excited يعني متحمس هشام بيقول how do you feel احمد كيف انت تشعر يا احمد احمد قاله i am really not about the vacation احنا قلنا الهيجي معه اللي هو الهيجي بعدها كلمة about هي كلمة excited ايه يا مستر excited انا نسيت excited يعني متحمس i am really excited about the vacation انا اكون حقا متحمس بخصوص العطلة او الاجازة هشام قاله ميتو وانا كمان why don't we لملا why don't معناها لملا جي باستخدمها في الاقتراح why don't we نقط new activities new activities يعني انشطة جديدة يبقى الاختيار المناسب هنا اللي هو try يبقى لملا نحن نجرب new activities انشطة جديدة احمد قاله good idea يعني فكرة جيدة do you like to know a new places يعني هل انت تحب ايه اماكن جديدة الاجابة المناسبة هنا اللي هي visit اوكي بعد كده بيقوله يشان بيقوله yes i love to visit new places انا احب ان ازور اماكن جديدة اهي visit new places احمد قاله what about with طب ماذا عن يعني ايه رايك في visiting the new museum المتحف الجديد قاله great رائع واتباوت visiting the not too وماذا عن زيارة ايه ايضا وماذا عن زيارة the pyramids الاهرامات two يعني ايضا قاله اوكي حسنا they are هما يكونوا نير بالقرب من the new museum المتحف الجديد السؤال اللي بعده الماتشنج التوصيل ده الاول الجمل العليمين زي ما احنا متعودين the sunset غروب الشمس over the city فوق المجينة try يعني grab new places اماكن جديدة to see in كايرو يعني حاجة تراها في القاهرة at the theme park في مجينة الملاهي photos يعني صور of the museum للمتحف than the train يعني هنا دانجي باستخدمها في المقارنة مثلا اقول ايه planes الطائرات are يعني يكونوا faster than trains يعني اسلع من القطارات طيب i like انا احب to ride on احب اركب a roller coaster roller coaster اللي هو قطار الملاهي ده بيبقى موجود فين at the theme park في مجينة الملاهي سؤال الثاني there are يعني يوجد lots الكثير الكثير ايه to see in كايرو الكثير اللي ممكن تشوفو فين في القاهرة سؤال الثالث why don't we لما لا نحن وده بيبقى فصيلة سؤال يبقى لما لا احنا try نجرب new places يعني اماكن جديدة السؤال الرابع we can take احنا نستطيع ان نلتقط mini mini ايه mini photos يعني صور عديدة at the museum في المتحف we can watch احنا ممكن نشاهد the sunset غروب الشمس over the city for المدينة طيب ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده ده سؤال اختيارات choose the correct answer اختاروا الاجابة الصحيحة بيقول لي there are you get many riots يعني العجيد من riots هنا يقصد بيها الالعاب اللي هي بتبقى في الملاهي يبقى there are you get many riots العجيد من الالعاب او المراجيح to try اللي ممكن نجربها in the theme park في الملاهي سؤال الثاني the ancient mosque المسجد القديم has لديه a very high a very high minaret اللي هي مأذنة عالية جدا سؤال الثالث let's هيا بنا نقض the Egyptian museum tomorrow let's visit هيا بنا نزور ليه مستر مثلا ما قلتش visits او visited او visiting بعد اللاتس اللي هي هيا بنا بحط infinitive يعني الفعل في المصدر زي ما هو من غير اي اضافة يبقى let's visit سؤال الرابع my uncle عمي likes to a new places اماكن جديدة so لذلك he always هو دائما travels يسافر to many countries الى بلاد عجيدة يبقى يستكشف اماكن جديدة يبقى explore يبقى عمي بيحب يستكشف new places اماكن جديدة عشان كده هو بيسافر لبلدان عجيدة السؤال الخامس they are هم ركبين نقطة the roller coaster it's amazing هي تكون مدهشة يبقى رايد لما تيجي مع المراجيح رايد on يعني يركب فيه او يركب على the roller coaster اللي هي اللي هي الكطار اللي هو في الملايه كطار الملايه السؤال لبعده رايد ترتيب هنا بيقول لي explore يستكشف should يجب الأسواق وي نحن وبعد كده احط الفعل explore نستكشف نستكشف خد بالك let's بيجي بعدها الفعل في المصدر to يعني الى park حديقة و theme يبقى theme park اللي هي حديقة الملاهي او الملاهي يبقى let's يعني هيا بنا go هيا بنا نذهب to يعني الى the theme park اللي هي الملاهي السؤال بعده about معناها بخصوص يعني بصوا حروف الجارة عموما بيبقى لها كذا معنا على حسب بقى اللي بيجي معاها يبقى اباوت هنا هتيجي معا excited اباوت يعني متحمس بخصوص i am و انا اكون vacation الاجازة my حاجة بتاعتي دي صفة ملكية يبقى اقول i am excited يعني انا اكون متحمس about بخصوص متحمس بخصوص ايه my vacation العطلة بتاعتي او الاجازة بتاعتي السؤال الرابع can يعني استطيع places new جديدة ونحن try نجرب our vacation يعني اجازتنا for يعني من اجل يبقى we نحن can نستطيع من الممكن من الممكن نعمل ايه احط بعدها فعلا على طول يبقى try نجرب نجرب ايه places يعني اماكن جديدة for من اجل our vacation يعني اجازتنا بعد كده السؤال punctuation زي ما احنا متعودين بنبدأ بحرف capital يبقى الام capital my mom والدتي loves تحب museums المتاحف هنا دي جملة بيقول لي والدتي تحب المتاحف مش بيسأل عن حاجة يبقى احط في الاخر full stop ادخل بعد كده على ال paragraph طالب مني اتكلم عن a trip يعني رحلة two cairo الى القاهرة وعندي هنا الكلمات الارشادية activities انشطة interesting يعني مشوق photos software يستكشف تعالوا نشوف مع بعض ممكن نقول ايه في بيروغراف زي ده ممكن نقول my family عائلتي and i وانا are going to بصوا are going to معناها سوفا تمام يبقى are going to سوفا بنستخدمها مع حاجة احنا نويين نعملها يبقى بنستخدمها مع احداث مستقبلية بس مترتب ومتجهز لها وفنيتنا نعملها اللي هي ايه بقى الصيغة going to ونحط بعدها الفعل في المصدر وقابلها am و is are طيب هنا عائلتي وانا دول جمع يبقى are بعد كده going to يبقى are going to معناها سوفا visit نظور cairo القاهرة next week الأسبوع المقبل there are يعني يوجد many interesting places يعني العجيد من الأماكن المشوقة in cairo في القاهرة we want نحن نريد to try ويأنه جرب new activities يعني أنشطة جديدة on sunday في يوم الأحد we are going to قلنا برضو going to معناها سوفا وبيجي قبلها am و is are يبقى we are going to يبقى هنا are going to معناها سوفا نظور the manual palace museum اللي هو متحف قصر المانيال first يعني أولا because لأن my parents والدي loves يحب museums المتاحف بعد كده my sister أختي nada wants to يعني تريد أن ride on تركب على roller coaster اللي هو قطار الملاهي so لذلك we are going to برضو are going to يعني سوفا يبقى إحنا سوفا visit نظور the theme park الملاهي on monday يوم الاثنين we are going to إحنا سوفا climb نتصلك باب زويلة minaret اللي هي مأزنة باب زويلة on tuesday يوم الثلاثاء we can إحنا من الممكن take نلتقط a lot of photos there يعني الكثير من الصور هناك after that يعني بعد ذلك we can إحنا من الممكن explore نستكشف the socks اللي هي الأسواق وبكده يبقى خلصنا التدريبات بتاعة lesson one وخلصنا شرح lesson one هندخل بعد كده على lesson two اللي هو الدرس التاني أوكي بعنوان if we book the tour today it's cheaper يعني if we book لو إحنا نحجز the tour الجولة today النهاردة it's cheaper هي بتكون بسعر أرخص تعالوا دلوقتي نشوف الكلمات اللي موجودة عندنا وبعد كده ندخل على الدرس بتاعنا credit card credit card يعني بطاقة ائتمانية social media social media اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي ونحاول ما ننطقهاش social اسمها social مش social 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 media وسائل التواصل الاجتماعي trip يعني رحلة adventure يعني مغامرة cheaper يعني أرخص tour يعني جولة routine نظام يومي details تفاصيل tips يعني نصائح guide مرشد snacks وجبات خفيفة stomach ache ألم في المعدة discount يعني تخفيض helmet يعني خوزة company يعني شركة properly يعني بشكل صحيح بقولها ازاي properly 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 بسرعة بقى كده properly تمام properly 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 study يعني دراسة website موقع الكتروني الأفعال الأفعال المنتظمة last يعني يدوم أو يستمر والمودي lasted check يتحقق أو يفحص والمودي checked book يعني كتاب كاسم لو جات noun ولو جات verb اللي هو فعل تيجي بمعنى يحجز والمودي booked concentrate 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 يعني يركز والمودي concentrated decide يقرر والمودي بيد ور يرتدي والمودي ور تعالوا نشوف التعبيرات وحروف الجارة لما أقول have regular breaks يعني يحصل على أو يأخذ regular يعني منتظم breaks يعني فترات راحة check it off يعني يزيل من ride a quad bike اللي هي يستقل يعني يركب دراجة رباعية look up in a dictionary يعني يبحث عن كلمة في قاموس switch off يعني يطفي يطفي جهاز feel proud يعني يشعر بالفخر turn كذا down يعني يوطي صوت حاجة مثلا ما أقولك ايه turn the tv down يعني يوطي صوت التلفزيون stay safe يعني يبقى آمنا طيب دعالوا نشوف مع بعض عندي هنا كذا نص reading نحاول مع بعض كده نشوف الموضوع بيتكلم عن ايه ونبسطه على قد ما نقدر ان شاء الله هنخرج منه فاهمين الموضوع بيتكلم عن ايه بيقول لي listen to Samir's conversation يعني استمع الى محادثة Samir with his dad مع والده how much discount يعني ما ثمن التخفيض do they get اللي هما هيحصلوا عليه او هما يحصلوا عليه for the quad bike trip من اجل رحلة الدراجة الرباعية today اليوم سامير بيقول dad يعني here's the information هذه تكون المعلومات i found اللي انا وجدتها online على الانترنت about بخصوص quad biking ركوب الدراجات الرباعية in the desert في الصحراء والده قال له oh thanks Samir show me show me يعني وريني show يعني يعرض او يوري حد حاجة سامير قال له the company الشركة is called desert adventures يعني مغامرات الصحراء when you look at their website لما لو انت او عندما انت تنظر على الموقع بتاعهم the information المعلومات is here تكون هنا look انظر the tour guide المرشد السياحي will meet us سوف يقابلنا at the hotel في الفندق والده قال له قال له اوكي حسنا what time ما الوقت will he meet us ما الوقت سوف هو يقابلنا سامير قال له he will meet us هو سوف يقابلنا at 9 am الساعة الساعة صباحا and he will drive us وهو سوف يقود بنا into the desert باخل الصحراء والده قال له and what time وما الوقت do we get back يعني اللي احنا بنعود في get back يعني يعود سامير قال له we should be back احنا يجب ان نكون عائدين او ان نعود around حوالي 2 pm الساعة ثانية مساءا pm يعني مساءا تمام و am يعني صباحا lunch الغداء is included يعني الغداء بيكون متضمن يعني موجود معانا in the price في السعر يعني الفلوس اللي احنا هدفعها شامل الغداء تمام should we take some water هل يجب ان ناخذ بعض الماء والده قال له yes good idea فكرة جيدة how big is the group يعني how big is the group مع حجم is the group يعني ما حجم يكون الجروب اللي معانا او المجموعة اللي معانا سامير قال له it will be الجروب سوف يكون a group of six يعني مجموعة من ستة افراد والده قال له i like the photos انا احب الصور 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 عجباني everyone is wearing helmets يعني الجميع يرتدي خوز that's good هذا يكون جيد you have to wear a helmet المدة اللي احنا نركب فيها الدراجات الوباعية سامير قال له one of the trips يعني واحدة من الرحلات is تكون 45 minutes يعني 45 دقيقة يعني ساعة لربع but there is also يعني you got i done a trip for an hour لمدة ساعة can we do the hour tour that يعني بيقول له هل ممكن ان احنا نعمل الجولة اللي مدتها ساعة يا والدي والده قال له yes of course نعم بالطبع this is going to be هذه سوف تكون a lot of fun الكثير من المتعة remember تذكر to listen to the guide's instructions يعني تذكر ان تستمع الى ارشادات المرشد اللي هو المرشد اللي طلع معهم instructions يعني ارشادات او تعليمات so that لكي you stay safe ان تتبقى امن سامير قال له yes i will that يعني نعم انا سوف افعل ذلك يا والدي والده قال له good جيد how do we book كيف نحجز the tour الجولة if we can't book it on the website يعني كيف احنا نستطيع ان نحجز الجولة لو احنا لا نستطيع ان نحجزها on the website على الموقع الالكتروني سامير قال له we can't book it احنا ممكن نحجزها at the office في المكتب بتاعهم in town في المجينة if we book the tour today لو احنا نحجز الجولة اليوم it's cheaper هي او هي بتكون ارخص we get احنا نحصل على 10% discount هنحصل على خصم قد ايه 10% يعني 10% والده قال له great رائع can you pass me my wallet هل تستطيع ان تمرر لي pass me يعني تمرر لي my wallet المحفظة بتاعتي i need my credit card انا احتاج لكارت الاقتمان بتاعي to pay لكي ادفع for the tickets تمام التذاكر let's هيا بنا go نذهب to the office الى المكتب now الآن ساميل قال له sure that بالتأكيد يا والدي here you are يعني اتفضل لما يبقى معي حاجة وبديها الحد بقول له here you are يعني اتفضل تعالوا نبص مع بعض على الجزئية اللي بعدها هنا بيقول لي use the prompts and if and if to complete the dialogues write the sentences in your notebook then listen and check طيب تعالوا نشوف هنا الروايات جيب تتكلم عن ايه هنا narrator 1 الرواية الاولى حازم والدته حازم بيقول mom والدتي there is a problem يعني توجد مشكلة with the freezer a problem with يعني مشكلة في كذا يبقى problem with the freezer يعني مشكلة في الفريزر it isn't working هو لا يعمل the freezer mom تبقى بتقوله ايه the freezer المجمد doesn't work لا يعمل if you don't close لو انت لا تغلق the door الباب properly يعني بشكل صحيح الرواية الثانية ليلى وتيتشر ليلى ومعلمتها ليلى بتقول mrs. منال can we use هل ممكن ان نستخدم pencils اقلام الرصاص انت تستف الامتحان المعلمة قتلها اللي هي mrs. منال قتلها no sorry يعني لا اسفة you can't انت لا تستطيع تعملي كده tell me اخبريني now if you don't have a black pen اخبريني لو انت لا تملكي الم اسود الرواية الثالثة كريم وشريف كريم بيقول what does this word mean شريف يعني ماذا هذه الكلمة تعني كلمة مين معناها تعني يعني كلمة دي معناها ايه يا شريف شريف قال له i don't know انا لا اعرف look it up look up يعني ينظر على كلمة في قموس طيب احط بقى كلمة الكلمة دي فين اهي it يبقى look look it up يعني بص على الكلمة دي في القموس وبعد كده اقول in a dictionary في القموس تمام يبقى look it up in a dictionary يعني بص على الكلمة دي في القموس if you don't know a word لو انت اه لا تعرف معنا كلمة رواية رابعة dad الاب ورنة بنته dad الاب يقول please turn the music down turn down يعني يوطي صوت حاجة فلما اقول turn the music down يعني يوطي صوت الموسيقى رنة يا رنة it's too loud هي تكون صاخبة جدا رنة قالت but dad ولكن يا والدي i can't study انا لا استطيع ان اذاكر if لو it's too low لو هي تكون منخفضة جدا الرواية الرابعة سليم بيكلم داليا سليم بيقول what happens ماذا يحدث if you block a person لو انت تحجب شخص on social media على وسائل التواصل الاجتماعي تحجب شخص يعني تعمله block داليا قالت you don't get any messages from them يبقى انت don't get لا تحصلي على اية رسائل from them منهم طيب ندخل بعد كده على الجزء اللي بعده بيقول لي listen استمع when do the students يعني متى الطلاب do these things بيفعلوا هذه الاشياء هانا ويوسف وماجي ونادر هانا بتقول hi my name is هانا i get up and i stay kids everyday كل يوم at 6 block الساعة السادسة i have breakfast انا تناول فطور with my family مع عائلتي at 6 30 الساعة السادسة والنصف in the morning في الصباح i go to the library انا اذهب الى المكتبة on saturday يوم السبت and i play sports وانا ابلعب الرياضات on sunday يوم الحد i do homework انا اعمل الواجب on tuesday في يوم الثلاثاء ناخد بالنا هنا مع الايام زي ما احنا شايفين استخدمنا حرف الجر on تمام on saturday on sunday on tuesday وهكذا يوسف قال hi i am يوسف i get up everyday and i stay kids كل يوم at 7 o'clock في الساعة السابعة i have breakfast and i have breakfast and i have breakfast with my grandparents مع عائلتي at 7 30 في الساعة السابعة والنصف in the morning في الصباح i don't go to the library انا لا اذهب الى المكتبة ولكن i play and i play and i play and i play on saturday يوم السابعة i do homework and i do homework and i do homework and i do homework on thursday يوم الخميس ماجي قال hello my name is ماجي i get up everyday and i stay kids كل يوم at 6 30 في الساعة السادسة والنصف and i have breakfast وانا اتناول فطور with my family مع عائلتي at 7 o'clock ساعة السابعة i go to the library انا اذهب الى المكتبة on sunday يوم الاحد in the afternoon في وقت بعد الظاهرة i don't play sports انا لا العب الرياضات i do homework انا بعمل وقبي on monday يوم الاثنين and wednesday ويوم الاربعة تعالوا نشوف نادر نادر بيقول hi i am نادر i get up everyday and i stay kids كل يوم at 8 o'clock الساعة الثامنة i have breakfast انا اتناول فطور with my sister مع اختي at 8 15 في الساعة الثامنة وربع then we go to school نحن نذهب الى المدرسة i don't go to the library انا لا اذهب الى المكتبة because لان i have انا لدي a lot of books a lot of يعني الكثير من books الكتب at home في المنزل i play انا العب sports رياضات on wednesday يوم الاربعاء i do homework انا اعمل الواجب everyday يعني كل يوم طيب بعد كده عندي جزئية بقى مهمة جدا بتكلم عن موضوع مهم جدا 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 study tips يعني نصائح للدراسة طيب تعالى نشوف مع بعض ممكن نعمل ايه او ايه هي افضل طريقة للمذاكرة بيقول لي study يعني زاكر for about ليه او لمدة حوالي 30 minutes 30 دقيقة نص ساعة but no longer no longer يعني longer يعني اطول no longer يعني ليس اطول يبقى زاكر لمدة نص ساعة ولكن ليس اطول من ذلك if you try لو انت تحاول to study and تزاكر for hours لساعات وذاوت يعني بدون a break بدون فترة راحة you can't انت لا تستطيع concentrate يعني تركز concentrate when you have عندما انت تحصل على regular breaks يعني فترات راحة منتظمة you remember more انت تتذكر اكثر it's also انه يكون ايضا better من الافضل to study and to the same time يعني في نفس الوقت each day كل يوم even حتى on fridays في ايام الجمعة and saturdays و ايام السبت people's brains يعني ادمغة الناس brain يعني مخ او دماغ يبقى ادمغة الناس work better يعني تعمل بشكل افضل better دي صيغة التفضيل بتاعة good good يعني جيد وبتر يعني افضل يبقى ادمغة الناس بتشتغل بشكل افضل if لو they هما have يعصلوا على او بيملكوا a regular routine يعني routine regular يعني منتظم also ايضا don't study later when you are hungry عندما انت تكون جعان if you eat لو انت تأكل a healthy meal يعني وجبة صحية at lunch time في وقت الغداء you can work better انت تقدر تعمل افضل in the afternoon بعد الظاهرة it's helpful انه من المفيد if you write down لو انت تسجل او تدون a list يعني قائمة of قائمة من ايه بقى what you want to do يعني ماذا انت تريد ان تفعل each time كل وقت you study انت بتذاكر then بعد ذلك you can check it off check off يعني تلغي بقى الحاجة دي يبقى انت ذكرت مثلا ايه عندك عامل listك لقائمة حذاكر مثلا اللغة العربية حذاكر مثلا الرياضيات حذاكر العلوم حذاكر الانجلش تمام كتبهم في قائمة لقيت نفسك خلاصت الرياضيات ومجايش هاطب على الرياضيات تمام يبقى يشتب بقى هنا دي معناها ايه check it off تمام check it off the list يعني امحيها من القائمة وين عندما you finish عندما انت تنهي studying المذاكرة and feel proud وتشعر بالفخر اوكي ندخل دلوقتي على الجزء المتعلق بالجرامر عندي هنا الجرامر بتاعي بيتكلم عن clauses with if or when clause يعني عبارة هي مش جملة الجملة يعني sentence بس ماشي هما تلاقي اكتبنها للتبسيط clauses يعني عبارات with if or when بيقول لي تستخدم الجمل مع if or when مع زمن المضارع او الفعل الناقص مثل كان للتعبير عن الحقائق او الاشياء التي عادة ما تكون حقيقية طيب يعني ايه برضو تعالوا نشوف الجمل ونفهم واحدة واحدة مع بعض الاول تكوين الجملة مع if هنكتب if او when اللي هي if معناها لو وين معناها عندما ويجي بعدها جملة في present simple اللي هو المضارع البسيط يبقى هنا اول جملة مضارع بسيط وبرضو الجملة التانية هيبقى present simple يعني مضارع بسيط او can اللي هو معناها يستطيع وفعل في ال infinitive اللي هو المصدر طيب تعالوا نشوف ازاي مثلا if يعني لو you look at the website لو انت تنظر على او تنظر في the website اللي هو الموقع الالبتروني هنا جملة يعني ايه جملة يعني عندي فاعل وعندي فاعل بس الفاعل احطه في زمن المضارع البسيط ايه هو يا مستر المضارع البسيط المضارع البسيط اللي هو ياما احط الفاعل في المصدر ياما احط الفاعل اس من الاسات اس او اس او اي اس والاسات جيه بتبقى مع هي وشياء وات والاسم المفرد تمام كده ؟ طيب ااما اه اما الفاعل في المصدر مع ا Stunde لو اي ووي وو اي وبي وذي اوكي طبعا هنا عندي يون علشان كده استخدمت look الفاعل في المصدر لكن لو مثلا هي بقاول هي stare at the website اللي هو المصدر لو مثلا شي بقى الشيه elke disk اوكي الجملة التانية بيقولي the information يعني المعلومات تكون يعني هنا. اللي هي المعلومات دي يعني اسمي لا يعد باستخدم يبقى في الصغط المفرد استخدم معه الفعل اوكي يبقى لو انت تنظر على الموقع الالكتروني المعلومات تكون هنا. جي جملة في زمان المضارع البسيط وجي جملة برضو في المضارع البسيط. ادخدوا بالكو. المضارع البسيط مع اللي هو ام او ايز او ار. اوكي? طيب مثلا المسألة التاني يعني عندما بعملها معاملة اف. عندما انت تمرر مي. ماي والد تمرر لي. المحفظة بتاعتي اي كان انا استطيع ادفع ثمن التذاكر الان. هنا استخدمت جملة في المضارع البسيط وهنا استخدمت كان. يبقى انا ممكن استخدم بعد اف او ان. جملة في المضارع البسيط وجملة تانية. اما في المضارع البسيط او معاها اا كان. اا هنقف دلوقتي ونكمل ان شاء الله بعد الادان. تعالوا نكمل مع بعض الصفحة الجاية. وبرضو هيبقى فيها امثلة تانية اا هنتعلم منها برضو. طيب بيقول لي هنا جملة نوت يعني لاحظ جملة اف او وين يمكن ان تأتي في بداية الجملة او اخرها. يعني مثلا هنا اا ممكن اقول ايه? انا ممكن اجيب الجملة جيه في الاول اقول اي كان باي for the تيكتس ناو. وين يو باس مي ماي واليت. اوكي? طيب. تعالوا نشوف الملحوظة اللي بعد كده. بيقول لي عندما تأتي جملة اف او وين في بداية الجملة نفصل بين الجملتين بفاصلة صفلية اللي هي القامة ازاي يعني لو انت تضغط على الزرار يعني بيطفي طيب هنا جملة F الاول يبقى اخلص جملة F بعد كده احط قامة واخش على الجملة التانية تمام كده طب لو حطيت يا مستر F في النص يعني جملة F جت التانية ما تحطش بقى قامة هتقول لو انت تضغط على هذا الزرار طبعا هنا ما حطناش القامة واخد بالي من حاجة اني حالة F اللي انا بتكلم فيها دي بتعبل عن الحقائق او الاشياء التي عادة بتكون حقيقة يعني لو هتعمل لو تعمل كذا يحصل كذا دي حقيقة حاجة ما بتتغيرش لو انت هتضغط على الزرار ده التابلت حيتطفع تمام لو انت لو انت تمالل للمحفظة انا اقدر ادفع التذاكر دلوقتي وهكذا يبقى حاجة حقيقية اوكي طيب بعملها ازاي جملة F بتبقى في المضرع البسيط والجملة التانية برضو في المضرع البسيط اهي if you press the button طب ايه يا مستر المضرع البسيط يا اما الفعل في المصدر يا اما الفعل في S من الاسات اجي هنا press اللي هو يضغط الفعل في المصدر ما فيهوش اي اضافات طب ليه ما هتطلوش اضافات عشان هنجي هنا الفاعل U تمام لكن مع هي وشي وقت بحط S من الاسات هنا the tablet switches off الفعل اصله switch اللي هو اخره CH بعد كده هتطلو ES طب انا ليه هنا اضافت ال ES علشان التابلت ده اسمه مفرد مع هي وشي وقته الاسم المفرد بحط الفعل S او ES او I ES طب انا ليه هنا هتطلو ES عشان الفعل اخره CH طيب دعنا ندخل مع بعض اللوقتي على صيغة الاستفهام اللي هو السؤال طيب نشوف السؤال بهل السؤال بهل هبقى احنا قلنا الجملة بتبقى في المدرع البسيط سواء هنا او هنا طيب الجملة لو في المدرع البسيط هتبدأ السؤال بتاعك بدو او دز تمام كده طيب الجملة لو فيها كان هتبدأ بكان يبقى كده هيبقى معناه هل يبقى هتقول دو او دز بعد كده الفاعل بعد كده الفاعل في المصدر عشان ده سؤال والجملة التانية هتبقى if or when وبعد كده هنحط جملة في المضارع البسيط يعني مثلا do plants يعني هل النباتات die بتموت if لو or when we don't water them لو احنا لا نرويهم تمام طيب مش عايز أستخدم زمان مضارع البسيط ممكن أستخدم can you tell me هل تستطيع أنت أن تخبرني if or when you need anything لو أنت تحتاج أي شيء طيب تعني نشوف المسال اللي بعده does your aunt هل عمتك always دائما make cake بتصنع كيكة when عندما you visit her أنت تتظرها طيب هنا عندي جملة do when أهي الجملة بتاعتها في المضارع البسيط وده برضو مضارع بسيط بس ده مضارع بسيط في صيغة سؤال السؤال في المضارع البسيط بيبدأ ب do or does السؤال في المضارع البسيط اللي هو بهل do or does بعد كده الفاعل بعد كده الفاعل والفاعل بيبقى في المصدر أوكي ماشي بعد كده السؤال بكلمة استفهام هيبقى زي نمط السؤال ده بالزبط بس هبدأ بكلمة استفهام يبقى كلمة استفهام بعد كده do or does أو can وبعد كده الفاعل بعد كده الفاعل في المصدر ثم الجملة التانية بتاعت if or when وبعد كده أجي if or when والمضارع البسيط how يعني كيف كان نستطيع we احنا get to get to يعني نصل إلى جيزة اللي هي الجيزة if يعني لو when يعني عندما we احنا miss يعني نفوت the bus يعني لو فتنا الاوتوبيس هنوصل زي القاهرة لو الجيزة لو احنا يفوتنا الاوتوبيس طيب تعالوا نشوف المثال اللي بعد where اين does she go اين هي تذهب وين عندما she has هي بيكون لديها evacuation يعني أجازة أجي مضارع بسيط وأجي سؤال برضو في المضارع البسيط بنعمل ازاي السؤال في المضارع البسيط اذا تستفهام بعد كده فاعل مساعد الفاعل المساعدة في المضارع بسيط هي do or does بعد كده الفاعل بعد كده الفاعل في المصدر بيقول لي في الأسئلة الجملة التي بها F قوين عادة تأتي في نهاية الجملة الجملة بتاعت F قوين بتبقى في الجزء التاني مش في الأول يعني هنا ما تشقلبش تمام الجملة بتاعت F بتيجي الجملة التانية والجملة الأولى اللي هي بتنقف صيغة السؤال طيب تعالوا نحل شوية أسئلة مع بعض نتضرب فيها على ازاي نستخدم قاعدة F اللي احنا خدناها F لو أنت تسخن التلج لو أنت تسخن التلج وهو يذوب طيب أجي F تمام كده الجملة بتاعت F بتبقى في المضارع البسيط والجملة التانية برضو في المضارع البسيط لو عندنا كان نستخدمها ما عندناش نعمل المضارع البسيط طبعا المضارع البسيط ده مستر عامل ازاي إما فعله في المصدر إما بحط الفعل S من الإسات بحط الفعل S من الإسات مع هي أو شي أو إت أو الإسم المفرد هنا إت يبقى حط الفعل S يبقى مالت تمام كده هنا هي يعني تسخن ده فعله في المصدر طب ليه مستر في المصدر ما حطلهوش S من الإسات عشان هنا الفعل عن جي يو طيب السؤال التاني وين شي وين هنا اللي هي عندما زي F بتمشي بنفس القاعدة وين شي نقط تو ماتش كيك شي جيت سطومك هنا وين يبقى محتاج مضارع بسيط يبقى المضارع بسيط هنا عندي شي يبقى حط الفعل اسم للإسات يبقى وين شي إيت إف ذا ميوزك لو الموسيقى is too loud I not study ضي عايز يقول لو الموسيقى تكون عالية جدا أنا لا أستطيع أن أذاكر يبقى I can't study السؤال الرابع إف يو تراي تو study لو أنت تحاول to study أنك أنت تزاكر for many hours لساعات تعديدة you can't أنت لا تستطيع خد بالك بعد كانت منحط الفعل في المصدر يبقى concentrate لا تستطيع أن تركز سؤال خامس people's brains أدمغة الناس not better if they have a regular routine طيب هدا محتاجين جملة في المضارع البسيط لأن يجي قاعدة F يبقى مضارع بسيط مضارع بسيط people's brains يعني أدمغة الناس دي جمع يبقى الفعل في المصدر يبقى work السؤال السادس it's helpful إنه يكون من المفيد if you not down what you want to do برضو جملة if يبقى مضارع بسيط يبقى if you write السؤال السابع if you don't know a word لو أنت لا تعرف كلمة you can أنت تستطيع بعد كانت بحط الفعل في المصدر يبقى look it up سؤال look it up يعني تبحث عنها في قموث في قموث السؤال الثامن if you don't close the door properly خد بالك ده سؤال عايز سؤال بهل طب السؤال بهل في المضارع البسيط يبدأ بdo or does the freezer اللي هو المجمد ده اسم مفرد يبقى استخدم معا does تعالي نشوف الأسئلة اللي بعده عندي هنا كان يبقى الفعل في المصدر على طول يبقى مش getting السؤال الثاني you كان نقط calls me if you need any help برضو بعده كان بحط الفعل في المصدر يبقى call السؤال الثالث نقط does you buy a new dress if you have a party طيب هنا طبعا ده برضو جملة if بس ده سؤال بهل هنا عن you يبقى ما استخدم does استخدم do السؤال الرابع what happens ماذا يحدث when عندما you نقط وهنا pressed this button هذا الزرار هنا what happens when الجملة بتاعت when بتبقى في المضر على البسيط مع you بحط الفعل في المصدر يبقى press يعني يرغط السؤال خامس if you don't have a pan لو انت لا تم لقلم you can بعد can بحط الفعل في المصدر هنا told told الماضي بتاع الفعل tell يبقى tell اللي هي يخبر tell me تخبر me ندخل بعد كده على اللي بعده اللي هو prepositions of time يعني حروف جر الوقت أو حروف الجر المتعلقة بالوقت بيقول لي تستخدم حروف الجر الخاصة بالوقت اللي هم at و on و in لنتحدث عن وقت حدوث شيئ ما أجي at و on و in بنستخدمهم مع الوقت at امت و on امت و in امت at بنستخدمها مع الأوقات اللي هي الساعات the first listen الحصة الأولى بجنز بتبدأ at 8 o'clock في الساعة الثامنة اللي بنستخدم برضو at with these phrases مع العبارات التالية أقول at night ما أقول on night ولا at night دي أحفظها زي ما هي at midday at noon at midnight at lunch time تمام طالما في كلمة time على طول استخدم at طب بالنسبة on اللي بستخدمها قبل أيام الأسبوع i will see you on tuesday يعني أنا سوف أرى في يوم الثلاثاء امت تاني قل قبل التواريخ المحددة التاريخ يا جماعة هو تاريخ يوم التاريخ بيبقى تاريخ يوم وإحنا قلنا مع الأيام باستخدم on يعني مثلا the final exam الامتحان النهائي is يكون on june 29 يعني 29 يونيو 29 يونيو ده تاريخ يوم واليوم باستخدم معاه on خد بالك ما تقولش هنا مثلا إيه ده june june ده شهر يعني ما فهو استخدم in زي ما حنشوف هنا قدام طيب هو هنا الشهر هو كتب الشهر وسكت لا ده كتب بعد june اليوم يبقى ده تاريخ يوم يبقى طالما تاريخ يوم يبقى استخدم مع on مش الشهر بيقول يبقى باستخدم برضو on مع أيام ومناسبات خاصة زي مثلا كلمة birthday عيد الميلاد أنا سوف أحصل على العجيد من الهدايا في عيد ميلادي برضو مع هذه العبارات زي holiday أقول on holiday ما أقولش at holiday ولا in holiday on the weekend في أجلس الأسبوع on the sunny day طبعا هنا في كلمة day يعني يوم يبقى استخدم on on time يعني في الوقت المحدد أما أقول I got school أنا أذهب إلى مدرسة on time في الوقت المحدد on school days في الأيام الدراسة أو في أيام المدرسة طبعا هنا في كلمة days يبقى استخدم on طب بالنسبة بقى in g باستخدمها مع فصول السنة والشهور والسنوات in spring summer winter autumn دول فصول السنة spring summer الصيف winter january march september دول ايد دول الشهور شهور السنة كلهم استخدم معهم in 2012 1989 2000 2019 السنوات استخدم معهم in برضو in summer في فصول الصيف I go to the beach أنا أذهب إلى الشاطئ إمتتاني مع فترات اليوم parts of the day اللي هم أنه in the morning في الصباح in the afternoon بعد الضغر in the evening في المساء تمام فأقول مثلا in the morning في الصباح I always أنا دائما run أجري for 30 minutes لمدة 30 دقيقة تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض التدريبات على حروف الجر المتعلقة بالوقت we celebrate احنا بنحتفل شم النسيم بشم النسيم نقط spring فصل رابية رابية يجي مع لفصول السنة يعني بيجي مع حرف الجر in السؤال الثاني let's meet هيا بنا لتقابل outside the school خارج المدسة نقط 10 30 ساعة 10 ونص ام طالما عندي وقت ساعة أستخدم حرف الجر at السؤال الثالث i am having a party انا احصل على حفلة وانا هعمل حفلة عيد ملادي طيب قلنا مع المناسبات بستخدم حرف الجر on يبقى on my birthday السؤال الرابع what did you do نقط the week end week end جسل اسبوع برضو بستخدم حرف الجر on السؤال الخامس i like to watch my favorite program يعني انا احبا اشاهد طالما عندي كلمة time يبقى استخدم حرف الجر at طيب تعالوا نصلح بقى هنا الكلمات لبن الاقواس are you usually go to alexandria انا عادة اذهب الى اسكندرية نقط summer فصل save اي بستخدم حرف الجر in سؤال الثاني the museum المتحف is a good place يكون مكان جيد to go نقط the week end week اجلس الاسبوع بستخدم معادي بحفظها بستخدم حرف الجر on يبقى on the weekend السؤال الثالث he was born هو ولد نقط march march شهر مارس شهر السنة بستخدم حرف الجر in السؤال الرابع نقط lunch time اللي هو وقت الغداء i like to watch tv انا احب اتفرج على التلفزيون فلما عندي كلمة time يبقى استخدم حرف الجر at يبقى at lunch time السؤال خامس i always انا دايما go to the park اذا بلت حديقة نقط saturday morning يعني الصبح في ايام السبت طالما هنا عندي يوم من ايام الاسبوع يبقى استخدم حرف الجر on كده يبقى خلصنا listen to كان طويل شوية وكان في grammar طويل شوية اتمنى تكون يعني فهمت وصل لكم كويس grammar لو عندكم اي سؤال في جزئية محتاجين فيها استفسار في grammar ابعتولي وقولولي جزئية دي احنا مش فاهم منها محتاجين شرح لها تاني ودلوقتي عندنا تدريبات على listen to برضو فيها تدريبات على grammar اللي احنا اخدناها عشان يوضح الصورة لنا اكتر بيقول كارت الاقتمان بتاعك to the ticket online كارت الاقتمان بنحتاجه عشان ندفع يبقى pay pay يعني يدفع السؤال التاني your brain يعني مخك better if you have a regular routine لو انت عندك روتين منتظم طيب دي برضو قعدة if نركز فيها نقولها برضو مرة كمان if اللي هي معناها لو بنستخدمها واحنا متكلم عن حاجات حقيقية حاجات بتحصل بشكل ثابت يعني لو بتعمل كذا يحصل كذا تمام طيب الجملة اللي بتيجي بعدها بتبقى في المضارع البسيط يعني الفعل بنحطه في المضارع البسيط ايه مستر المضارع البسيط اللي هو يأمل فعل في المصدر يأمل فعل في اس من الاسات في المصدر مع i u we they والاسم الجامع اس من الاسات مع هي وشي وات الاسم المفرد تمام كده your brain هنا you انت طبعا هناخد الفعل اللي هو ه قدوا بعد كل الفعل ه من الأفعال غير المنتظمة يعني مش بياخد اس من الاسات والحاجات جي كلها هو يأمة ه يأمة ه مع i و you و they بس تخدم ه اجي ه اه نرجع بعد كده your brain الجملة بتاعت if بتبقى في المضارع البسيط والجملة اللي قبلها برضو في المضارع البسيط طيب your brain اللي هو مخك ده اسمه مفرد يبقى الفعل اللي اللي هيجي معاه فعل ما هتطلو اس من الاسات يبقى your brain works better تمام طيب هو هنا كان مركز بس على المعنى يعني هو محتاج بيقولك اختار انهي فعل لكن ممكن يقولك works working وهكذا تمام بس انا حبيت اشرح لكم لما لقينا if السؤال التالت i can't work better يعني works better يعني يعمل بشكل افضل i can't انا لا استطيع نقط because i am very tired i can't concentrate concentrate يعني اركز يبقى انا لا استطيع ان اركز لاني انا اكون مرهب جدا السؤال رابع لو انت او عندما انت يكون لديك فترات استراحة منتظمة هو هنا بقى مركز على قاعدة if و when طبعا وين بعدها مدرع بسيط وبرضو الجملة التانية مدرع بسيط مع you بحط الفعل في المصدر سؤال خامس يعني عيد ميلادي is نقط اوجست اوجست اللي هو شهر شهر اغسطس مع شهور بستخدم حرف الجر ان السؤال السادس the school days ايام المدرس بتبدأ نقط 8 الساعة 8 مع الساعات بستخدم حرف الجر ات طيب هنا بيقول يعني يعمل دائرة على الاجابة الصحيحة يعني الدنيا نادلا ما بتمطر نقط سمر سمر فصل من اللي هو فصل السيف فصل مفسوس السنة يجي قبله حرف الجر ان تعال نعمل سيركل زي ما هو قال لو انت تضع الخشب على المياه عايز يقولك هو بيطفو طيب جميل اوه احنا محتاجين مدرع بسيط زي ما قلنا مدرع بسيط ومدرع بسيط الجملة جي مدرع بسيط اهو الفعلة في المصدر عشان هنا في الجملة التانية برضو مدرع بسيط بس هنا عندي ات قلنا معه وشي ات بنحط الفعل اس يبقى فلوت يعني يطفو لو انت تضع الخشب على الماء هو يطفو السؤال التالي there is a نقط if you buy two tickets يبقى there is a discount يعني يوجد تخفيض لو انت تشتري تسكرتين طيب هنا بقى نصلاح الكلمات لبن اقواس نقط وينزدي وينزدي ده يوم من ايام الاسبوع اللي هو يوم الاربعة يبقى ياخد on if you mix red and blue you نقط purple طيب هنا gf الجملة بتاعتها بتبقى في المضارع البسيط الفعل هو في المصدر عشان هنا عن you والجملة التانية برضو بتبقى في المضارع البسيط هنا you تاخد برضو الفعل في المصدر يبقى get plant النباتات die بتموت if they نقط وهنا not get enough water خدوا بقى الكوط لما في not يبقى هو عايز نفي طيب النفي في المضارع البسيط لان عنجي هنا if في المضارع بسيط يمه don't او doesn't وبعد كده حط الفعل في المصدر they تاخد don't يبقى اكتب don't وهنا عنجي الفعل في المصدر يبقى النباتات تموت لو هم لا يحصلوا على enough water ما كافي سؤال الرابع i wore انا ارتدي my jacket نقط it is cold يعني عايز اقولك انا ارتدي الجاكت بتاعي عندما يبقى it is cold جوي يكون بالد this building هذا المبنى was built تم بناء ونقط twenty twenty دي هنا سنة مع السنوات بستخدم حرف الجر إن طيب تعالوا بقى ندخل على السؤال الترتيب اللي بعده minutes دقائق for lay او لمدة study ذاكر طالما في الفعل في اول الكلام يبقى ده فعل لأمر يبقى مش ذاكر ذاكر about حوالي thirty thirty no longer يعني ليس اطول بط ولكن يبقى study دي كانت اللي هي الارشادات في طريقة المذكرة study for يعني ذاكر لمدة about حوالي thirty minutes يعني ثلاثين دقيقة but ولكن no longer يعني ليس اطول سؤال الثاني plants نباتات grow يعني يزرع او ينمو if يعني لو ترميا you انت they هم يبقى if يعني لو if you لو انت نباتات قلنا if لو جات في الاول يبقى بعد ما خلص جملتها احط القامع هاجي اهي they هم هم ايه grow يعني يقبروا ينمو السؤال الثالث happens يحدث when عندما what ماذا heavily يعني rains يعني بغزارة السؤال الرابع meet يقابل us احنا will سوف the guide يعني المرشد where اين يبقى where اين بعد كده اخط الفعال المساعد اللي هم موجود عندي will اين where will يعني اين سوف the guide المرشد meet us يعني يقابلنا طيب كده يبقى خلصنا تدريبات listen 2 هو يعتبر التدريبات قليلة لانه هو طبعا كان بدينا تدريبات كتير على grammar في الجزء اللي فات فما حبش يطول دلوقتي عندنا بقى اللي هو listen 3 الدرس التالت بعنوان فاطيمة faces her fear يعني فاطيمة تواجه خفها تعالوا نشوف الكلمات اللي عندنا وبعد ذلك ندخل على الدرس بتاعنا deer يعني غزال wolf ذئب incredible يعني هائل أو رائع cool يعني منعش secret سر fear خوف burr يعني دب delicious لذيذ height المرتفعات والجي والأش silent height height puddle بركة مياه صغيرة clear يعني نقي hill اللي هو التل forest يعني غابة dome of أبو الهوى dome of أبو الهوى دوم يعني قبة قبة أبو الهوى في أسوان تمام dome dome fox يعني ثعلب teenage يعني مراهق stream جدوى الماء أو ينبوع مياه background خلفية fantastic رائع monument يعني أثر blue lake بحيرة زرقاء afraid يعني خائف brave يعني شجاع بعد كده ندخل على الأفعال الأفعال المنتظمة disappoint disappoint يعني يحبط والماضي disappointed decide يقرر والماضي decided reach يصل والماضي reached الأفعال لا برضو الأفعال جي كمان منتظمة breathe يتنفس والماضي breathe lift يعني يرفع والماضي lifted face face نحن عارفين يواجه ناون اسم وممكن تيجي فعل بمعنى يواجه والماضي faced sparkle يعني يتلألأ والماضي sparkled expressions التعبيرات and propositions وحروف القر afraid of يعني خائف من go back to يعود إلى climb up the hill to climb up يتسلق the hill اللي هو التل to إلى كذا feel proud يعني يشعر بالفخر face her fear يعني تواجه مخاوفها run on through يعني يجري خلال يعني بيعجي خلال حاجة come out of يعني يخرج من just then يعني في ذلك الوقت تعالوا الوقت ندخل على الكلمات أو الأسئلة اللي موجودة على الكلمات بيقول لي a نقط is a brown animal يعني حيوان بني with be longhorns يعني كرون طويلة اللي هو دير اللي هي الغزالة I will send mom أنا سوف أرسل لوالدتي a نقط of my new dress لفستاني الجديد يبقى سوف أرسل لها a photo يعني صورة لفستاني الجديد السؤال التالت she suddenly هي فجأة fell وقعت in a and got her clothes wet يعني مبلل و يعني هدومها اتبلت يبقى وقعت in a puddle اللي هي البركة I am not afraid of anything أنا لا أكون خائف من أي شيء afraid of يعني خائف من I am very brave أنا أكون شجاع جدا طيب تعالوا نشوف القصة بتاعتنا بتتكلم عن إيه بيقول لي فاطيما faces her fear يعني فاطيما تواجه مخاوفها بيقول لي فاطيما's favorite cousin يعني ابنة عم فاطيما المفضلة أمل comes تأتي to visit her لكي تزورها it's أمل the first time إنها تكون أول مرة لأمل in Aswan في مجينة Aswan she's very excited هي تكون متحمسة جدا she wants to see all the famous places هي تريد أن ترى كل الأماكن المشهورة أمل شوص فاطيما أفوتو أمل بتوري فاطيما صورة can we go visit the dorm of أبو الهوى بتقولها هل نستطيع إحنا أن نذهب إلى قبة أبو الهوى اللي في أسوار زي ما قلنا we can climb up the hill to it إحنا ممكن نتسلق التل توئت إليها there is a great view from there يعني توجد أو يوجد منظر رائع from there من هناك فاطيما doesn't know يعني فاطيما لا تعرف what to say ماذا تقول she wants she wants to make أمل happy هي تريد أن تجعل أمل سعيدة but ولكن she has a secret هي لديها سر she is afraid of هي تكون خائفة من heights يعني المرتفعات how can she climb up the hill كيف تستطيع هي أو كيف ممكن هي تتصم تتسلق التل to the dome إلى القبة طيب بعد كده فاطيما doesn't want to disappoint her cousin يعني فاطيما لا تريد أن تحبت أو تخيب أمل her cousin بنت عمها so لذلك she decides هي تقرن to face and تواجه her fear يعني خوفها طيب قالت إيه بقت لها that's a good idea هذه تكون فكرة جيدة let's go هيبنا نذهب on Tuesday يوم الثلاث in the afternoon بعد الظهر we can watch the sunset إحنا نقدر أو إحنا ممكن نشاهد غروب الشمس طيب بدأوا بقى يروح أو راحوا هناك it's a Tuesday إنه يوم الثلاثاء and the girls والفتاتين are at the dome of أبو الهوى هم الاثنين هناك عنده قبة أبو الهوى after a long climb يعني بعد تسلق طويل they reach هما بيصلوا the top إلى القمة فاطيما's face يعني واجهة فاطيما is white لونه أبيض she's very scared هي تكون خائفة جدا but ولكن أمل takes her hand أمل بتاخد إيديها and smiles وتبتسم breathe slowly قالت لها تنفسي ببط she says you can do this انت تقدر تعملي كده فاطيما يا فاطيما now الآن look around you يعني انظري حولك فاطيما feels calmer يعني فاطيما تشعر بالهدوء أكثر يعني حسنها بدأت تهدأ أكتر she lifts هي ترفع her head يعني رأسها to look at the view لكي تنظر على المنظر it's incredible إنه يكون رائع suddenly فجأة she doesn't feel scared هي لتشعر بالخوف anymore يعني بعد ذلك يعني لما أقول she doesn't feel scared anymore هي لم تععد تشعر بالخوف she feels proud out هي تشعر بالفخر to live إن هي بتعيش in such a fantastic place في مكان رائع such هنا معناها مثل ذلك طيب بعد كده في الجزء اللي بعدها بيقول يمكن أن تساعدك صور القصة زي ما نحن شايفين قصة مصورة على فهم أحداث القصة وتعطيك تفاصيل أكثر الخلفية على سبيل المثال توضح لك مكان الحدث وأوجه الشخصيات تخبرك عن مشاعرهم في هذه اللحظة طيب دعنا نشوف القصة دي يعني الغزال الصغير في الغابة بداية القصة الغزال الصغير زي ما احنا شايفين هون موجود قدامنا خلال الغابة هو بيصل إلى بحيرة زرقاء جميلة ويقرل بحيرة يتوقف حتى يشرب لكي يتوقف شوية مية اشرب من نفس البحيرة زي الذئب. يريد ان يأكلني. الذئب الصغير خلال الغابة. بعد ذلك هو بيصل لنهر. يعني لطيف وصافي. ولكن عندما الغزالة الصغيرة. بيصل لكي يشرب منها. هو بيرى دب. والدب بيحصل على شربة ماء من النار. لحظوا سيئ. انا لا استطيع ان اشرب من نفس النار زي الدب. بير يريد ان يأكلني. منتصف القصة. خلال الغابة. يصل الى ينبوع مياه صغير. يتلقلق في الشمس. في النهاية هو بيقول اي كان هاف. انا استطيع ان اصل على اه. ولسه بقى حيقول ادرينك اف ووتر. او نو يا الهي. لتل دير سيز فاكس بيرى تعلب. اي كانت ادرينك فروم the same stream as فاكس. انا استطيع ان اشرب من نفس الينبوع زي التعلب. فاكس wants to eat me. التعلب يريد ان يأكلني. لتل دير اللي اسمه الى الغزال الصغير. runs on the agree through the forest. خلال الغابة. he comes to a large puddle. بيصل الى بركة مياه كبيرة. it isn't blue. هي لا تكون زرقاء. like مثل the lake البحيرة. it isn't cool. هي لا تكون لطيفة. and clear وصافية. like the river. زي النهر. and it doesn't sparkle. وهي لا تتلقلق. like مثل the stream. اللي هو ينبوع المياه. but ولكن little deer. الغزال الصغير is very thirsty now. يعني يكون عطشا جدا الان. just then. في ذلك الحين little deer. الغزال الصغير sees little bird. بيشوف طائر صغير. little bird sees little deer. والطائر الصغير بيشوف الغزال الصغير. too ايضا. but ولكن she isn't afraid. هي مش خايفة منه. little bird. الطائر الصغير has a drink. بيشرب مياه. او بيشرب شربة مياه from the puddle من البركة. little deer. الغزال الصغير watches بيرائب little bird. الطائر الصغير. وبيقول ايبا? if little bird لو الطائر الصغير can be brave. يستطيع ان يكون شجاع. i can be brave too. انا استطيع ان اكون شجاع ايضا. the end. نهاية القصة. little deer. الغزال الصغير goes bad. بيعود to the beautiful blue lake. الى البحيرة. الزرقاء الجميلة. he sees وهو بيرى wolf bird and fox. بيشوف الذئب والدب والتعلق. but this time. ولكن هذه المرة. little deer. الغزال الصغير goes to the lake. بيذهب الى البحيرة and has a drink. وبيتناول شربة مياه. it is delicious. هي تكون لذيذة. little deer. الغزال الصغير feels happy. بيشعر بالسعادة and proud. وبيشعر بالفخر. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. طيب بعد كده عندي هنا جزء متعلق بالpronunciation النطق. بيقول لي الاصوات الساكنة الاولية زي دابليو والذي. مثلا الدابليو بتتنطق ايه? wo. wo. wolf. window. water. الفي بتتنطق. vegetables. violin. volcano. بتتنطق. v. 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 تمام? يبقى جي و. وجي. v. طيب. الدابليو بتتنطق. و. wet. whale. whale اللي هو الحوت. warm. web. walk. west. watch. white. الفي بتتنطق. the. that. they'll. village. vase. van. vest. visit. طيب. هنا بيقول لي read and complete the words with v. or w. طيب نشوف مع بعض كده نحط هنا ايه? ايه الحرف المناسب في دول. the. white. wolf. went for a. walk. with a. woman. wearing يعني مرتدية. a. watch. يعني ساعي يبقى. الذئب. الابيض ذهب للتمشية مع امرأة مرتدية ساع. I visited a very old village and bought a very nice violin. انا زرت قرية اه قديمة جدا واشتريت اه كمنجة لطيفة جدا. كده يبقى اه خلصنا شرح اه هو read and complete the dialogue. نقرأ ونكمل المحادثة. dome اللي هي القبة. change يغير interesting يعني مشوق. pictures يعني صور excited يعني متحمس. مارين بتكلم نادر. مارين بتقول welcome نادر. how was يعني كيف كانت the trip الرحلة واسوان. نادر قال لها it was. هي كانت هي كانت ايه? interesting يعني مشوقة. مارين قالت. how did you feel? كيف انت شعرت? in your first time في اول مرة ليك? in اسوان. في اسوان. هو قال لها ايه بقى? I was very excited. انا كنت متحمس. to visit many places. ان ازور اماكن عجيلة. مارين قالت. what places ما الاماكن? did you like to visit اللي انت حبيت تزورها? نادر قال. let's start. هيا بنا نبدأ with the note of ابو الهوى. let's start with the dome of ابو الهوى. يعني قبة ابو الهوى. مارين قالت. that's a great idea. هذه تكون فكرة رائعة. نادر قال. I saw amazing note for this place online. يبقى شفت amazing يعني مدهش. يبقى amazing pictures. يعني صور مدهشة. for this place لهذا المكان online على الانترنت. ندخل لوقت على سؤال التوصيل. نرى الاول الجومة اللي على يمين. وبعده نرجع للجومة اللي على اليسار. climb up the hill. يعني يتسلق. التل. the sunset. غروب الشمس. cutting the tree. قط يعني. cutting يعني. قطع the tree. الشجرة. of heights. heights اللي هي المرتفعات. in a forest. يعني في غابة. she is afraid. افريد. لازم يجي بعدها. حرف الجراء. of. يبقى شي is afraid. of heights. هي تكون خائفة من المرتفعات. السؤال الثاني. the deer. الغزال. lives. بيعيش. in a forest. في غابة. how can you. كيف تستطيع انت. climb up the hill. تتسلق التل. اللي اخده بالكو ده سؤال. هاوي يعني كيف. سؤال الرابع. let's watch. هي بنا. نشاهد. the sunset. يعني. غروب الشمس. ودي زيادة. الاسئلة اللي هي. choose. how can you make pizza. if you not know the recipe. ناخد بالنا. جي قاعدة if. كويسنا هو بلاجع لها تاني. قاعدة if. الجملة اللي قابلها مضارع بسيط. الجملة التانية برضو. مضارع بسيط. طيب. اللي عن جي تحت ده نفي. النفي في المضارع البسيط. يا إما don't. يا إما doesn't. you تاخد don't. السؤال الثاني. we can go to. we go to her gada. احنا نذهب إلى جرل ده. نقطة summer. summer اللي هو فصل الصيف. بياخد حرف الجر. إن. السؤال الثالث. he gets up. هو is like is. نقطة seven o'clock. في الساعة السابعة. مع الوقت. السعاد بنستخدم حرف الجر. at. السؤال الرابع. she is trying to not her fear of heights. يبقى هي trying to. يعني تحاول أن. طيب. fear اللي هو الخوف. يجي معاها الفعل face. يعني يواجه. يبقى face her fear. تواجه خوفها of heights من المرتفعات. ندخل بعد كده على read the text. نقرأ النص بتاعنا. وبعد كان نحل الأسئلة عليه. بيقول لي فاطيما's favorite cousin. يعني ابنة عم فاطيما المفضلة. أمل comes بتأتي to visit her. لكي تزورها. it's amal the first time. هي هذه تكون أول مرة الأمل. in aswan. she is very excited. هي تكون متحمسة جدا. she wants to see. هي تريد أن ترى all the famous places. يعني كل الأماكن فيماس المشهورة. كل الأماكن المشهورة. أمل شوز فاطيما. يعني أمل تورري. شو يعني يورري أو يظهر. يبقى أمل شوز فاطيما. أمل بتورري فاطيما. أفوتوا صورة. and tells her. وتخبرها. that and they can visit the dome of أبو الهوى. أن هما يقدروا يزوروا قبة أبو الهوى. and they can also. هما أيضا. also يعني أيضا. can. يستطيعوا. هما يستطيعوا أيضا. climb up. يعني يتسلقوا. the hill. tell to it. إليها. there is. يعني يوجد a great view. منظر رائع from there. من هناك. فاطيما doesn't know. فاطيما لا تعرف what to say. ماذا تقول. she wants to make أمل happy. هي تريد أن تجعل أمل سعيدة. but. ولكن. she has a secret. هي لديها سر. she is afraid of heights. هي تكون خائفة من المرتفعات. فاطيما doesn't want to disappoint her cousin. يعني فاطيما لا تريد أن تخيب أمل her cousin. يعني ابنك عمها. so. ولذلك she decides to face her fear. هي تقرر أن تواجه مخاوفها. that's a good idea. هذه تكون فكرة جيدة. she says. يعني هي قالت. فاطيما قالت. هذه تكون فكرة جيدة. let's go on Tuesday. هي بنا نزهب يوم الثلاثاء. in the afternoon. في وقت بعد الظهيرة. we can watch the sunset. احنا نستطيع أن نشاهد غروب الشمس. طيب. أول سؤال بيقولي. the underlined word. الكلمة اللي تختخت اللي هي afraid. اللي هي خائف. has the same meaning. يعني لديها نفس المعنى. as مثل كلمة a scared. اللي هي خائف. السؤال الثاني. فاطيما. lives in a. تعيش في أسوان. طيب. هي فين أسوان. السؤال الثالث بيقولي. summarize. يعني يلخص the second paragraph. البروغراف الثاني. in one sentence. في جملة واحدة. ده البروغراف الأولاني. أو الغاية هنا. وده البروغراف الثاني. البروغراف بيبدأ بفراغ زي ما احنا شايفين. يبدأ البروغراف الأول وده البروغراف الثاني. في البروغراف الثاني هنا بيتكلم عن إن فاطيما بتواجه مخاوفها. يبقى هقول بكل بساطة. فاطيما decides. يعني تقرر. to face. and تواجه her fear. خوفها. بس كده. السؤال الرابع. what does أمل شو فاطيما؟ ماذا؟ أمل بتظهر أو بتورلي فاطيما. هنا بيقولي أمل شو فاطيما. أفوتو. and tells her that they can visit. ماشي. يبقى هي بتورلها. أفوتو. هنكتب أفوتو. بس كده. دي الحاجة اللي هي وردتها لها. تمام؟ طيب. آآ خش بعد كده على سؤال reorder التلتيب. first. يعني أولا كايرو القاهرة. its. يعني هذا يكون. in. يعني في. helen's. يعني helen ده اسم بنت. اسمها helen. ودي طبعا possessive s. يعني اسم ملكية. وهنا time يعني آآ مرة. تعالوا نشوف ممكن نعملها ازاي. its. يعني هذه تكون. كمام. آآ helen's. first. طايم. first. طايم. يعني هذه تكون. أول مرة. أول مرة. اول مرة. لي. helen. فين. in. كايرو. في القاهرة. تمام؟ comes. يعني يأتي. to. إلى. هو من. مونة. فيزت يزور. يبقى هو. يعني من. comes. بيأتي. to. لكي. فيزت. آآ مونة. من بيأتي. ليزور مونة. بعد جاء السؤال الثالث. wants you read. happy. to. والشي هي. make. يجعل. her family. عائلتها. يبقى الشي هي. حط الفعل. هي تريد. she wants. هي تريد. 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 ايه. to. make. هي تريد. ان تجعل. آآ. her family. عائلتها. تريد. ان تجعل. عائلتها ايه. happy. يعني سعيدة. السؤال الرابع. puddle. اللي هي. بركة مياه. dear. الغزالة. large. large. يعني كبير. to. the little. الصغير. comes. بيأتي. يبقى. the little. dear. اللي هي الغزالة. الصغيرة. ملها. comes. بيصل. او بيأتي. to. الى. large. puddle. يعني يأتي. او يصل. الى. آآ. بركة مياه كبيرة. ندخل. بعد كده. على. البروغراف طالب مني. اتكلم عن. a place. يعني مكان. in Egypt. في مصر. وعنجي. هناك كلمات لتساعدني. visit. يزور. view. منظر. tourist. السياح. fantastic. يعني رائع. طيب. نشوف مع بعض. ممكن نقول. ايه. في بروغراف زيدي. دوم. اف. ابو الهواء. اللي هي. قبة. ابو الهواء. is. تكون. a fantastic place. يعني مكان. رائع. in Aswan. في Aswan. Aswan D. في مصر. many tourists. العجيد من السياح. visited. بظرور. every year. كل عام. last week. الاسبوع الماضي. my friend. صديقي. and I. وأنا. went to Aswan. ذهبنا الى Aswan. to visit. لكي نزور. the dome of. ابو الهواء. لكي نزور. قبة. ابو الهواء. my friend. صديقي. was. كان. afraid. of heights. يعني خائف. من المرتفعات. but. he didn't tell me. هو. لم يخبرني. we climbed up. احنا تسلقنا. the hill. التل. to the dome. of ابو الهواء. تسلقنا. التل. اللي قبة. ابو الهواء. my friend. صديقي. was scared. كان. خائف. at first. في الاول. but. ولكن. I asked him. يعني انا طلبت منه. to breathe slowly. طلبت منه ان يتنفس ببطء. he lifted. هو رفع his head. رأسه. and looked at. ونظر الى. the view. المنظر. it was incredible. هو كان مذهل. اللي هو المنظر. يعني كان مذهل. he was fine. هو كان بخير. او هو اصبح بخير. and happy. وسعيد. to be there. وسعيد ان يكون هناك. كده يبقى خلصنا. تدريبات listen three. هندخل دلوقتي على listen four and five. بس قبل ما ندخل على الدرسين اللابعة والخامس. حابب افكركم باللايك والشير والسبسكرايب. واكتبوا لنا رأيكم في تعليق. رأيكم مهمة جدا لنا. بتساعدنا في تطوير محتوانة. ندخل دلوقتي مع بعض على listen four and five. نشوف الكلمات بتاعتنا. وبعد كده ندخل على الدرس. نشوفه بيتكلم عن ايه. blog يعني مدونة. دي مدونة على الانترنت. يعني زي موقع كده بيملكه شخص. الشخص ده بيكتب في الموقع ده. مثلا بيتكلم عن حاجة هو بيحبها. حاجة هو بيفهم فيها. وهكذا بيبقى اسمه blog. destination وجهة الوصول. المكان اللي الشخص رايحه. brave يعني شجاع. section يعني قسم او جزء. مثلا المكتبات بتبقى متأسمة sections. كل قسم او كل جزء بيبقى مثلا عن او فيه كتب بتتكلم عن مواضيع معينة. مثلا ده قسم. مثلا قسم القصص. مثلا قسم الكتب الدينية. قسم مثلا التاريخ وهكذا. fantasy يعني خيال. waterfalls الشلالات. realistic يعني واقعي او حقيقي. carnaval يعني ملاهي او مهرجان. store يعني متجر او محل. suddenly يعني فجأة. surprise مفاجأة. simulation theater يعني مصرح المحاكاة. orient train قطار الشرق. screen يعني شاشة. square يعني ميدان. rides اللي هي الالعاب اللي بتبقى في الملاهي. monstery يعني deer او صومع. show يعني عرض effect يعني تأثير snowy جليجي. coast يعني يكلف. ocean محيط. present هدية. blogger يعني مدون. الشخص بقى اللي هو عنده blog او عنده مدونة وبيكتب فيها. بيبقى اسمه blogger. attractive يعني جذاب. tourist brochure. يعني كتيب سياحي. description اللي هو الوصف. ندخل بعد كده على افعال. افعال منتظمة. guest يعني يخمن. والماضي guest. watch يشاهد. والماضي watched. relax. يستريح او يسترخي. والماضي relaxed. الافعال غير منتظمة. have يعني لديه او يمتلك. ومعنا برضو has. have او has. الاتنين معناهم يعملك. بس have بتيجي مع i, u, we, they. والاسم الجامع. has بتيجي مع he, she, it. والاسم المفرد. والماضي بتاع has و have هي had. sit يجلس. والماضي sad. coast يكلف. والماضي coast. expressions. التعبيرات. prepositions. عروف الجار. go on rides. يعني يركب العاب الملاهي. relax at the beach. يسترخي على الشاطئ. good way to. يعني طريقة جيدة لكذا. يعني اقول ايه مثلا. اقول مثلا. writing english words. يعني كتابة الكلمات اللي بالانجليزية. is a good way to memorize vocabulary. يعني تكون طريقة جيدة لحفظ الكلمات. per night. يعني في الليلة او لكل الليلة. double room. يعني غرفة مزدوجة. a bit scary. يعني مخيف قليلا. a bit يعني قليلا. get wet. يعني يبتل. buy the red sea. يعني بجانب او بجوار البحر الاحمر. طيب. ندخل بقى دلوقتي على الاسئلة اللي موجودة على الكلمات اللي خدناها. بيقولي ذا نقط. ride is very scary. and you get wet. get wet يعني تبتل. يبقى the waterfall's ride. اللي هي مرجحة الشللات. after a long time. يعني بعد وقتة will we arrived. احنا وصلنا at. وصلنا لإيه بقى? our destination. لوجهة الوصول. المكان اللي احنا عايزين نروحه. i would like to. يعني انا ارغب في نقط. at the beach. في الشاطئ. i would like to relax at the beach. يعني استرخي في الشاطئ. can you give me. هل تستطيع ان تعطيني a او an نقط. of the carnival. يبقى تعطيني a description. description يعني وصف. of the carnival. للمهرجان او الملاهي. how much does this house. how much يعني ما ثمن. how much does this house cost. يعني ما ثمن. هذا المنزل يكلف. طيب ندخل بقى دلوقتي على النص بتاعنا. نص reading. نقرأوا نفهمه. نشوف الموضوع بيتكلم عنه. بيقول لي. دي اللي احنا شايفينها قدامنا ده الشكل ده اسمه blog. يعني مدونة. تمام. فوق هنا بنكتب اسم الشخص صاحب المدونة. نشوة's blog. يعني مدونة نشوة. تمام. طيب هنا بنكتب التاريخ اللي حصل فيه الموضوع ده اللي احنا هنتكلم عنه. tuesday يوم الثلاثاء. june yunio the third. يعني الثالث من يونيو في يوم الثلاثاء. all the fun. يعني كل المتعة of the carnival اللي موجودة في مدينة الملاهي. بيقولي today اليوم is my birthday. يكون عيد ميلادي. and guess where i am. وخمن اين انا اكون. i am with my family. انا اكون مع عائلتي for my special birthday surprise. يبقى انا مع عائلتي من اجل مفاجئة العيد ميلاد الخاصة بتاعي. at the carnival. في الاحتفال او المهرجان او الملاهي. i want to tell you. انا اريد ان اخبرك all about it. يعني كل حاجة عن الموضوع ده. when you arrive at the park. عندما انت تصل الى الحديقة. اللي هي the carnival. you are suddenly. انت فجأة in a world of fantasy. انت فجأة بتبقى في عالم من الخيال. it's really exciting هي تكون حقا مشوقة. there is a lot to see. يعني there is. يعني يوجد a lot الكثير. to see and to draw and do وتفعله here هنا. there are you get amazing rides. يعني يوجد مراجيح مدهشة. to try انك انت تجربها. like مثل the roller coaster اللي هو قطار الملاهي. if you are brave لو انت طبعا تكون شجاع. and theaters ومسارح where you can watch shows. يعني حيث انت تستطيع ان تشاهد عرود. there are you got places اماكن to eat. تكل فيها. and stores ومحلات تو. يعني ايضا. the children's section يعني قسم الاطفال has لديه nine rides. يعني تسع مراجيح. including والتي تشمل the orient train. يعني قطار الشرق. we have tickets. هو اسمه كده. orient train. قطار الشرق. we have tickets. احنا نملك تذاكر. for that. من اجله يعني من اجل هذا القطار. at ten o'clock. ساعة العشرة. my brother. he loves water rides. بيحب مراجيح المياه. سوى لذلك. he wants. هو يريد to go on. يريد ان يركب some of those. يعني بعض منهم. later. يعني لاحقا. this morning. هذا الصباح. at eleven thirty. ساعة الحادث عشر ونصف. we have tickets. احنا نملك. او لدينا تذاكر. for the waterfall's ride. لمراجيحة الشلالات. it has. هي لديها some. بعض. high sections. يعني اقسام عالية. so لذلك. it's a bit scary. بيبقى فيها اجزاء عالية. عشان كده هي بتبقى a bit scary. يعني مخيفة قليلا. and you get very wet. وانت get wet. يعني تبتل. تصبح مبتلا للغاية. in the afternoon. بعد الظاهرة. dad and i. انا والدي. wanted to. نريد ان go to the simulation theater. نريد ان نذهب الى مسرح المحاكاة. you sit. انت تجلس in your seat. في مقعدك. with big screens. بشاشات كبيرة. all around you. يعني في كل مكان حولك. and there are sound and light effects. ويوجد مؤثرات صوتية وضوئية. ما هو بقى مسرح المحاكاة. ده مثلا انت ايه هيشغلك. يعني مثلا ايه. عايز عايز مثلا يشغلك ان انت في غابة. فطبعا الشاشات بقى حواليك في كل حياتة. تجيب مناظر الغابة. والاصوات بقى تجيب لك صوت الحيوانات اللي هناك. والطيور. وفيه كمان مؤثرات ضوئية. كل ده يحسك ان انت في الغابة. اوكي. عشان كده هو اسمه simulation theater. يعني مسرح المحاكاة. بيحاكي الغابة. او يحاكي بقى ايا كان المكان اللي انت هتبقى موجود فيه. it feels like. هو يشبه you are in different places. كأنك في اماكن مختلفة around the world حول العالم. مثلا snowy mountains. يعني جبال ثلجية. even under the ocean. ممكن كمان تنزل تحت المحيط. it's very realistic. هو بيكون واقعي جدا. يعني واقعي جدا. يعني ده بيبقى هي. لا هو. بتحس كأنك انت فعلا في المكان ده. i can't wait. انا لا استطيع الانتظار. what a great birthday present. يا لها من هدية عيد ميلاد. thanks mom and dad. يعني شكرا يا والدي ويا والدتي. طيب. تعالوا ندخل بعد كده على الجزئية اللي بعده بيقولك how to write a blog post. كيف تكتب بوست على المدونة. بيقولك يجب ان يكون المنشور المدونة عنوان وتاريخ. عنوان يعني title وتاريخ يعني date. اللي يجب استخدام اللغة الغير رسمية. يعني informal language. informal يعني غير رسمي. يجب استخدام ضمائر المتكلم اللي هما زي i و my و me. تمام. بس خدوا خدوا بالكو. قالك يجب ان تتضمن قصة شخصية. يعني البلوج ده بتكلم فيه عن قصة شخصية حاجة حصلت معك انت. عادة ما نعرض او ما تعرض اراء الكاتب ومشاعره حول تجالبه. بنستخدم فيها صفات. غالبا ما يضيف المدونون صورا لجعل مدوناتهم اكثر جاذبية. زي الصورة اللي احنا شفناها للكارنفول في البلوج اللي احنا قرناه. تمام؟ طيب بقولي remember اكتب عن شيء تحبه وتستمتع به. اكتب لقراءة كما لو كنت تتحدث اليهم. استخدم الاختصارات زي um, its وهكذا. وصفات مثل cool, awesome. use exclamation points لي علامة التعجب. and emojis اللي هي الصور رمز التعبيرية. اعطي رأيك وادعوا قراءة ليعطوا اراءهم برضو. تأكد من ان الهجاء صحيح. الهجاء اللي هو spelling. يبقى check that your spelling يعني افحص او تأكد ان your spelling الهجاء بتاعك is correct. يعني صحيح. يعني تكتب المدونة وترجعها ثاني قبل ما تنشرها. طيب تعالوا نشوف الجزئية اللي بعدها. اعمجي هنا داليا's blog. تمام؟ اسم البلوج ده بتاع داليا. وبنكتب التاريخ. when is day 8 November. يعني الثامن يوم الاربعاء الثامن من نوفمبر. unusual homes. بتكلم عن منازل غير عادية. there is an unusual. والحاوس يعني يوجد منزل غير عاجي. in the Netherlands. في هولندا. it's upside down. هو بيكون او هو يكون مقلوب. داخدنا السنة اللي فاتت. it's an old farm house. هو يكون منزل ريفي. a gym which people. والذي الناس want to make it modern. يريدوا ان يجعلوه عصري او حديث. all the windows كل الشبابيك are at the top. يكونوا في القمة. so ولذلك you get انت تحصل على a lot of light الكثير من الضوء. it fits in. هو يلائم فتئين يعني يلائم. very well بيتلائم بقى مع ايه. with local landscape. مع المنظر الطبيعي اللي حواليه. المحلي يعني اللي حواليه. which is والذي يكون farms عبارة عن مزارع and fields. that's so cool. هذا يكون لطيف جدا. what do you think of it. ما رأيك فيه. do you like it. هل انت تحبه. okay. طيب بعد كده بيقول لي how to plan. كيف تخطط your own blog. المدونة بتاعتك. او your own blog post. البوست بتاع المدونة بتاعتك. about that carnival. اللي هيكون عن الكارنفال اللي هو الاحتفال. بعد كده انا بيقول لي the mind map. يعني الخريطة الذهنية. اللي هو ايه. انت المفروض تفكر في ايه. علشان تيجي تعمل البلوغ بوست ده. مثلا place to visit. انا هزور ايه. او المكان اللي انا زورته ايه. the carnival. who. مين. من الاشخاص اللي موجودين. with my family. مع عائلتي. why. لماذا. ليه تزور الكارنفال. الكارنفال. there is a lot to see and do there. يعني يوجد الكثير اللي كي يتراه. وتفعله هناك. where. اين. مكان وفين الكارنفال ده. in giza city. في مدينة الجيزة. what to do. ممكن تعمل هناك. try to grab the roller coaster. اللي هو الكطار الملاهي. waterfalls right. مرجيحة الشلالات. go to the simulation theater. تذهب الى مسرح المحاكاة. الوصف بقى عنه. that's really exciting. يعني هذا يكون حقا مشاوك. الحاجات دي كلها اللي هي الخريطة الذهنية. تفكر فيها قبل ما تكتب البوست بتاعك. طيب بعد كده بيقول لي now it's your turn. الان هذا يكون دورك. write your blog post. يعني اكتب post على البلوك بتاعك. about عن a place. can you like. انت تحبه. your name اسمك is basil. يكون باسل. طيب اجل مدونة اهي. هنا هنكتب الاسم اللي هو باسل زو بلوك. يعني مدونة باسم. تمام كده؟ بعد كده هنكتب التاريخ. طالما ما قالكش تاريخ اكتب مثلا تاريخ النهاردة. فهنقول مثلا Sunday September 17. تمام؟ يعني يوم الحد السابع عشر من سبتمبر. طيب هتتكلم بقى عن ايه؟ هو هنا بيقولك a place you like. ما كان انت تحبه. انا هتكلم عن لوكسور. اوكي؟ ماشي. تعالوا نشوف بقى مع بعض ممكن نقول ايه في موضوع زي ده. one of my favorite places. يعني واحد من اماكني المفضلة. that والتي i like to visit. انا احب ان ازورها. in ايجبت في مصر. is تكون لوكسور. تكون مدينة الاكسور. it's a great city. هي تكون مدينة رائعة. on the east على الشرق. on the east bank. على الضفة الشرقية. of the nile river. من نهر النيل. الاكسور. مدينة الاكسور. is famous. تكون مشهورة. famous for. يعني مشهور ب. it's ancient temples. يعني معابدها القديمة. and tombs. ومقابرها. that والتي date back. date back. يعني يعود تاريخها. date back. يعني يعود تاريخها. to. الى the time. الى وقت. او عصر. of the fierce. عصر الفراعنة. you can. انت تستطيع. تاريخها. see. انترى. the valley of the kings. انا اسف. هنا مش كوينز. kings. valley of the kings. يعني واجي الملوك. where. حيث. many. royal mummies. يعني ايه. mummies. يعني موميوات. royal يعني ملكية. many العجيد من. يبقى العجيد من. الموميوات الملكية. were buried. يعني دوفينات. including. والتي تشمل. توت عن خأمون. اللي هو الملك. توت عن خأمون. you can also. انت تستطيع. ايضا. visit. تزور. the karnak temple. معابد الكارنق. it has. هو لديه. hundreds of columns. column يعني عمود. columns عواميد. hundreds of columns. مئات العواميد. and statues. والتمثيل. لوكسور. مدينة الاكسور. is the cool. a great place. يعني مكان رائع. to learn. لكي تتعلم. about. عن. the history. تاريخ. and the culture. والثقافة. of Egypt. ثقافة مصر. طيب. خلصنا البلوك بتاعنا. تعالوا الوقت ندخل على. خلصنا البلوك بوست. معلش. بلوك بوست. اللي هو البوست. على البلوك بتاعنا. ندخل بعد كده على الجزء اللي بعده. a brochure. about. شرم الشيخ. يعني منشور. دعائي. عن شرم الشيخ. شرم الشيخ. and amazing holiday destination. destination. يعني destination وجهة. واميزن رائعة. وغلدي أجازة. يبقى وجهة رائعة لقضاء الأجازة. بيقول لي. for only. لفقط. one thousand. l.e. يعني one thousand جنيه. l.e. يعني جنيه. per night في الليلة. per person للشخص. in a double room. في غرفة مزدوجة. شرم الشيخ is an interesting and busy town. يعني تكون مجينة. مجغولة او مزدحمة. interesting ومشوقة. in Egypt في مصر. buy the red sea. بجوار البحر الأحمر. there are you got lots of things. الكثير من الأشياء to see. لكي تراها عند دوة تفعلها. swim in the sea. عم في البحر. relax on the beach. استرخيه على الشاطر. ده منشور دعاء يا جماعة. يعني مش الموضوع. مش هيبقى فيه زي شكل paragraph أو كله. هو كلمات كده في صورة دعاء. طب ايه تاني. go quad biking. يعني ايه quad biking. اللي هو ركوب الدراجات الرباعية. يبقى اذهب لركوب الدراجات الرباعية. in the desert في الصحراء. eat good food. تناول طعام جيد. visit سانت كاترينز منستري. يعني زور دير سانت كاترين. take يعني خد let's ride bus. يعني ايه. يعني خد اوتوبيس. let's ride. اسمه كده. let's ride. let's معناها هيبنا. ride يعني نركب. بس طبعا الاسماء مش بتترجم. بيقولك خد اوتوبيس. let's ride from. من جيزة. square من ميدان الجيزة. square يعني مربع. وتمشي بمعنى ميدان. من ميدان الجيزة. every afternoon كل فترة بعد الظاهرة. at 3 pm الساعة 3. for 500 LE only. يعني مقابل 500 جنيه فقط. how to make a tourist brochure. كيف تعمل كيف تعمل منشور سياحي زي بقى ما احنا عاملين هنا. بيقولي اكتب مقدمة قصيرة عن المكان الذي تريد ان يتضمنها الكتيب الخاص بك اللي هو جيزة المقدمة الصغيرة. اختر بعض الصور للمكان واكتب وصف لكل مكان تحت الصور. اجي صورة اهية وصورة اهية وهنكتب وصف عنهم زي ما موجود هنا. تأكد من صحة الهجاء اللي هو الـ spelling والقواعد اللغوية اللي هو وعلامات التركيم اللي هي. كده يبقى الحمد لله خلصنا آآ وندخل بالوقتي على تدريبات عليهم. ندخل على السؤال. read and complete the text. اقرأوا اكمل النص بالكلمات الموجودة في البوكس ده. يعني آآ خيال يعني عروض اللي هو آآ قطار الملاهي يعني مباريات يعني مفاجأة. today اليوم is my birthday. يعني يكون عيد ملاهي. and guess وخمن where I am. خمن اين انا اكون. I am with my family. انا اكون مع عائلتي. for my special birthday. ايه بقى surprise. يعني مفاجأة. surprise. يعني مفاجأة. آآ عيد ملاهي المميزة. at the carnival. في الكارنفال هو المهرجان او الملاهي. it's an amazing place. هو يكون مكان مدهش. when you arrive at the park. عندما انت تصل الى الحديقة. you are suddenly انت فجأة. in a world. في عالم of fantasy. عالم من الخيال. بعد كده. it's really. it's really. هو حقا. لهو المكان ده. exciting يعني مشوق. there is. يعني تجربها like. مثل. the roller coaster. roller coaster. اللي هو قطار الملاهي. and with eaters مسارح. where? حيث you can watch. انت تستطيع ان تشاهد ايه? shows. يعني عروض. there are you good places. اماكن to eat. آآ لكي تأكل فيها and stores. ومحلات تو ايضا. ندخل لوقتي على السؤال التوصيل. نقلل الاول لجومة العالمين. at the water rides. آآ يعني في آآ مراجيح المياه. a town in ايجبت. يعني مجينة في مصر. to the jungle. الى الحديقة. آآ يعني آسف الى الغابة. do at the park. يعني يفعل. في الحديقة. the orient train. قطار الشرق. you are brave. انت تكون شجاع. يبقى try. يعني يجرب. the roller coaster. انه هو قطار الملاهي. if. لو. you are brave. لو انت تكون شجاع. السؤال الثاني. what can you? ماذا تستطيع ان تتعب عند السؤال. انت ان ايه بقى do. تفعل. at the park. في الحديقة. سؤال الثالث. we have tickets. احنا نملك. تذاكر. for. for. ايه بقى. the orient train. قطار الشرق. سؤال الرابع. شرم الشيخ. مجينة شرم الشيخ. is the coon. a town in ايجبت. يعني مجينة في مصر. سؤال الخامس. i get very wet. انا اتل جدا. آآ فين بقى. at the water الرايدز. في مراجيح الملاهي. آآ في مراجيح المياه. طيب. ندخل بعد كده على سؤال الاختيارات. بيقول لي. there are you got a lot of الكثير من نقاط. at the carnival. في المهرجان. او في الملاهي. like مثل. the roller coaster. اللي هو قطار الملاهي. يبقى. a lot of a. a lot of رايدز. الكثير من المراجيح. سؤال الثاني. we visited. احنا زرنا سانت كاثرينز مانسري. آآ اللي هو دير سانت كاثرين. نقاط 2021. دي سنة. مع السنوات. بنستخدم حرف الجرر ايه? in. السؤال الثالث. I am. نقاط. I am not afraid of snakes. انا لا اكون خائف من. سنيكس العناكبي. وايام ايه? brave. يعني شجاع. السؤال الرابع. the show. العرض starts. بيبدأ نقاط 5 p.m. الساعة الخامسة. مع الساعات. بس نقاط محرف الجرر ايه? at 5 p.m. الساعة الخامسة. مساء. ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده. اللي هو reorder. اعد تلتيب. هنا brochure اللي هو الكتيب. خاصة بيبقى كتيب اعلانات. از يكون what? ماذا? your. حاجة بتاعتك about. يعني عن. يبقى what? ماذا? از يكون your brochure. البروشور بتاعك اللي هو الكتيب بتاعك الكتيب الاعلاني بتاعك. about يعني عن. السؤال التاني كان يستطيع وي نحن write. يعني نركب on camels على الجمال شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ اين يعني في. يبقى وي نحن كان نستطيع write. نركب on camels. نركب على الجمال. فين? اين يعني في شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ. السؤال الثالث. a great يعني رائع present هدية. what? ماذا? birthday يعني عيد ميلاد. يبقى what? تمام? what? a great birthday present. ناخد بالنا بقى من حاجة. هنا دي مش هتبقى يعني وطة دي مش معناها ماذا? دي هنا بنستخدمها كأداة للتعجب. فلما اقول what a great birthday present يعني يا لها من هدية عيد ميلاد رائعة. تمام? استخدمها مثلا مع ايه تاني? اما جا اقول what a beautiful bird يعني يا له من طائر جميل. لان طبعا هنا دي في علامة تعجب. لان ده مش بيسأل. هنا بيتعجب. right يعني مراجيح. loves يحب. my حاجة بتاعتي. waterfalls. الشلالات brother يعني اخ. يبقى my brother يعني اخي. ماله loves يحب. waterfalls. rides يعني مراجيح الملاهي. سؤال اللي بعده simulation اللي هي المحكاة وي نحن tickets تذاكر. have نملك. for من اجل ثيطر المسرح. وذا يعني قال. يبقى we نحن. have نملك. نملك ايه? tickets تذاكر. تذاكر اللي ايه? for من اجل ثيطر يعني مسرح المحكاة. ندخل بعد كده على سؤال punctuation. هنبدأ الجملة بحرف اي. تمام? بعد كده اخد بالك لما تبقى في الام جي جنب الاي جي اختصار ام. يبقى احط اباستوفي وبعد كده احط الام. يبقى جي برضو احنا اجبناها من عندنا. يبقى ايام انا اكون with مع my family عائلتي at في the carnival اللي هو اه المهرجان. تمام? هنا بيقول انا اكون مع عائلتي في المهرجان او في الملاهي يبقى جي جملة مش بيسأل يبقى احط في الاخر. بعد كده بقى بيقول لي ايه? write a blog post of about 50 words. يبقى انا هاللوتي هكتب بوست اه في البلوج بتاعي. تمام? وبيقول لي استخدم اه لعناصة العشرية التالية وبقى التالية وبعد كده بيقول لي your name اسمك is Magdy يكون Magdy. احنا قلنا في البلوج بحتاج الاسم لاني انا بسجله هنا. طب البلوج ده هيبقى عن ايه? عن شرم الشيخ. جميل. where is the place اين يوجد هذا المكان? why do you like it لماذا انت تحبه? who is with you من يكون معك? what can you do there? ماذا استطيع انت انت فعله هناك? اجي البلوج بيبقى عندنا بالشكل ده. هنا بكتب فلان زبلوج. تمام? اسمي انا ايه? ماجدي. اقول ماجدي زبلوج. يعني مدونة ماجدي. بعد كده اول جزئية هنا بكتب فيها التاريخ. مثلا Monday September 18. يعني الثامن عشر او يوم الاثنين الثامن عشر من شهر سبتمبر. بعد كده هنا المدونة دي او البوست ده عن ايه? البوست في المدونة دي عن ايه? عن شرم الشيخ. هكتب هنا شرم الشيخ. وبعد كده بقى تتكلم في الموضوع بتاعك. قول مثلا شرم الشيخ ماجينة شرم الشيخ is. تكون a beautiful city. يعني ماجينة جميلة. او ممكن تقول a beautiful town. يعني ماجينة جميلة. الاثنين مناسبين يعني. in ايجبت في مصر. it is. هي تكون on the coast على الساحل of the red sea. ساحل البحر الاحمر. I like. انا احب to go and اذهب there هناك. with my family مع عائلتي. and friends. واصدقائي. we have. احنا اه بنحصل على a lot of الكثير من فن المتعة there هناك. we can. احنا نستطيع swim. نعوم snorkel. snorkel. يعني نغتص اه تحت المية باستخدام الانبوب. الانبوب اللي هو بنحط جزء منه في بقنا. وجزء تاني يبقى طالع من فوق المية كده نتنفس بهوا. تمام? ده جي رياضة اسمعها snorkeling. اللي هي التنفس او الغطس تحت الماء باستخدام الانبوب. يبقى we can swim. احنا نستطيع نعوم. we can snorkel. we can dive. نستطيع ان نغتص. ضيف بقى هنا الغطس ده لما بتنزل تحت المية وبتيبقى حاطت معاك انابيب الاكسوجين. طيب نقدر نعمل ايه تاني? go quad biking. يعني نقدر نذهب لركوب الدرجات الوبعية. in the desert في الصحراء. and we see. ونرى many. colorful fish. العديد من الاسماك الملونة. and we coral reefs. الشعوب المرجنية. in the sea في البحر. we can. احنا نستطيع ايضا نزور راس محمد. national park. يعني الحديقة القومية اللي هي اسمها راس محمد. and we see. ونرى the amazing nature الطبيعة المذهلة. we can. احنا نستطيع enjoy. نستمتع. the sun. استمتع بالايه بالشمس. the sand. الرمال. and the sea. وطبعا البحر. tourists السياح. also. ايضا لايك شرم الشيخ. بيحبوا شرم الشيخ. because لان it has. هي لديها many. العجيد من hotels. الفنادق. restaurants. المطاعم. shops. المحلات. and we entertainment places. واماكن الطرفية. entertainment يعني الطرفية. entertainment. 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 يبقى entertainment places. الاماكن الطرفيهية. كده يبقى وصلنا لنهاية آآ تدريبات على لسونز فور وفايف. وكده برضو آآ وصلنا لنهاية unit three. اتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا. وما ننساش اللايك والشير والسابسكرايب. واكتبونا رأيكم في تعليق رأيكم مهمة جدا لنا بتساعدنا نطور من محتوانة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام.